معنا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها الدكتور جمال نزال دكتور جمال أهلا بك معنا إلى تغطية العربية هل انتصرت حماس والمقاومة بعد عام من السابع من أكتوبر كما قال خالد مشعل؟ حسب تعريف الانتصار إذا كانت القدس تحررت وإذا كانت المكاسب الفلسطينية زدادت وإذا كان الدم الفلسطيني حقن وإذا كانت وسائل الصمود قد توفرت للشعب الفلسطيني إن كنا بنينا جامعات ومستشفيات وأمددنا بوسائل الغوث والتشغيل والبناء والتطور والنهضة فهذا هو الانتصار عندما تقام دولتنا الفلسطينية المستقلة ويرتفع نير الاحتلال عن ظهر الشعب الفلسطيني وتزاح قبضة الاحتلال عن خناق الشعب الفلسطيني هذه ستكون ساعة الانتصار وهذه ستكون صورة جميلة الصورة التي نراها الآن قد يقول قائل دكتور جمال كيف يتحقق هذا الانتصار من دون مقاومة أولا نحن اخترعنا المقاومة فتح اخترعت المقاومة قبل فتح لم يكن هناك كفاح مسلح فلسطيني من داخل فلسطين أو من خارجها ضد الاحتلال الإسرائيلي احنا اخترعنا ذلك وطبقناه أكثر وأكثر بعد توقيع اتفاق أوسلو ولا نحتاج من أحد خارج هذه المقابلة أي دروس في هذا الموضوع هناك مزاوجة بين الأساليب النضالية منها الكفاح الشعبي القتال السياسي القتال القضائي والقتال المسلح لصالح فلسطين مزاوجة هذه الأساليب ومع تحكيم العقل واختيار التوقيت الصحيح واختيار الأساليب الصحيح هو الذي ينتج لكن ما حدث ليس له وصل بذلك نعم لكن دكتور جمال الانتصار الذي تتحدث عنه حماس وجمهور حماس أيضا أن انتصار حماس كحركة مسلحة هو في صمودها لعام اليوم كان أطلقوا صواريخ أيضا وصلت إلى تل أبيب وبدأ هذا غريبا في ضوء الإعلانات الإسرائيلية بأنها قضت خلال هذا العام على القدرات العسكرية لحماس فكيف تنظر إلى مسألة صمود المقاومة أولا أنا أحب أن يكون في صدارة مشهد هذه المقابلة النغريني هو الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال هو الذي قتل 42 ألف فلسطيني الاحتلال خلينا أكون واضح الاحتلال هو الذي مسح آثار خمس حضارات من غزة فعدوي هو الاحتلال خصمي هو الاحتلال حقوقي عند الاحتلال لكن خيبة أملي تنصب على هذا الفريق الذي يتجاهل المآسي والمعاناة الفلسطينية ويتحدث لي عن معاناة الإسرائيليين أن الإسرائيليين يا حرام يريدون الآن أن يهجروا إسرائيل كان على خالد مشعل أن يصلت الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة الشعب الذي جبت منه حماس مدة 17 عاما الضرائب ووجد نفسه الآن تحت الصفر بكل المقاييس لا يجب عليك أن تتغنى بمعاناة عدوك يجب عليك أن تضع معاناة شعبك في صدارة المسألة يعني هو يعمل دعاية لمعاناة الإسرائيليين أنا أريد من يضع معاناة الفلسطينيين في صدارة المشهد خصوصا من يدعي أنه قائد للشعب الفلسطيني وأنا أريد أن أجري جردة حساب مع هذه الظاهرة ظاهرة من يريد من يرفع مطالب قيادية ليقود شعب لا يسكن معه ولا يعيش معه خالد مشعل لم يتواجد في فلسطين طوال حياته مسافة شرب كأس من هذا النوع هذا لا يعيش مع الشعب الفلسطيني لو صدرت هذه التصريحات من الرئيس الفلسطيني أتفهم ذلك لأنه يعيش مع شعبه ويقاسم شعبه ظروف حياته بما فيها من شغف العيش ومخاطره لكن أن يكون هناك فيلق من قيادات حماس مغترب اختياريا عن فلسطين يرفع مطالب قيادية هذا غير مستساف شعب الفلسطيني ليس بحاجة لمن لا يعيش معه أن يعلمه أنه انتصر وهو يعاني على فالد مشعل ومن هو في هذه الحاشية أن يحترم مشاعر الشعب الفلسطيني ودمه وتضحياته أن يحترم شرف المرأة الفلسطينية في غزء الذي لم تصنه أعضاء هذا الفريد نحن أمام مشهد مهول ولكن دكتور جمال دائما أنا أضع نفسي في زاوية من يستمع إلى كلامكم قد يحاجج أيضا ويقول أنه كل حركات التحرر وقضايا تحرير الأرض من المحتل دائما كان فيها ثمن يدفع وثمن غالي أحيانا من الضحايا ومن المأساة والمعاناة لماذا تستهجنون أن يكون هناك هذا الثمن الذي يدفع كما يفكر البعض طبعا أو بالتحديد كثيرون ممن يؤيدون وجهة نظر حماس أولا نحن اخترعنا العمل الفدائي المسلح الجندي والفدائي وأن يتطوع للكتال يعرف مصيره ربما يستشهد أو يسجن أو يتعرض للجرح فتضحياته تكون محسوبة ويأخذها في الاعتبار لكن هذا يختلف أن أضحي بنفسي أو أن أضحي بشعبي ليس لي حق أن أضحي بشعبي لي حق كفدائي ومقاتل وقاعد عسكري أن أضحي بنفسي أو برفاقي أو كمن قال اللهم لا أملك إلا نفسي وأخي لكن لا أملك شعبي ليس من حق أحد أن يضحي بالشعب وكل ما أنا أطلبه هنا هو أن تتم احترام دماء الشعب الفلسطيني وهناك عقلية بهمش عقلية تبخيس الدم الفلسطيني عقلية من يقول كغازي حمد وكل فدى المقاومة كما يقول البعض طيب دكتور جمال فدى الوطن نعم فدى الوطن نعم لكن دكتور جمال الآن واضح أنه 7 أكتوبر لم يكن تاريخا عاديا وهناك من شبهه بأنه 11 سبتمبر الشرق الأوسط وبأن هذا التاريخ ستتغير بعده المنطقة الآن بعد عام على 7 أكتوبر الحرب لم تخف بل على العكس في غزة عادت وتصاعدت وأنت تشاهد معنا ما يحصل في لبنان والجميع يترقب ما الذي سيحصل بين إسرائيل وإيران فأنت ترى المنطقة ذاهبة إلى أين دكتور جمال والقضية الفلسطينية ذاهبة إلى أين بعد عام من 7 أكتوبر نحن نريد أن تذهب المنطقة إلى وقف إطلاق نار عاجل ووقف إطلاق نار يختح الباب لخروج الجيش الإسرائيلي خروج غير مشروط من أرضنا هذا ما نريد هذا ما نسعى عليه هذا ما نعمل عليه هذا ما يعمل عليه الرئيس الفلسطيني والقادة الفلسطينية أما ما يتمناه الآخرون فهو المزيد من الاشتعال ناتنياهو لو تمنى ناتنياهو أن تفتح له أبواب السماء يوم 6 أكتوبر لا تخيل ما حدث كما حدث أن يحدث 6 أكتوبر بما يبرر 7 أكتوبر بما يبرر له أن يفعل ما يفعل ناتنياهو كان ميت سياسيا يوم 6 أكتوبر عاد اليوم إلى الحياة سيدا للمشهد الإسرائيلي نتنياهو اليوم ملك إسرائيل لا يستطيع أحد أن يسائله إسرائيل كانت ذاهبة إلى انهيار داخلي يوم 7 أكتوبر وهي الآن تشن حربا على خمس دول شكرا جزيلا دكتور جمال نزال المستشار الثوري لحركة فتح والناطق باسمها شكرا لك على انضمامك إلى التغطية